أكد صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن تحقيق التطلعات الملكية السامية وتنمية الوطن والوصول لراحة هذا الشعب تتصدر أولويات العمل الحكومية وهي البواعة التي تنطلق بهديها كافة الخطط الحكومية لتحقيق التنمية المنشودة والتطور الاقتصادي المرجو في بيئة آمنة ومستقرة وحث سموه على الاستمرار في تبني المبادرات التي تسهدف تطوير الوطن ونماءه وهذا يتطلب وحدة الكلمة والموقف فطرق التنمية والاستقرار لم تعد كما كانت في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية وقال سموه إن شعب البحرين يتفرد بمحبة الشعوب له لما يمتاز به من سمات وسجايا عالية قل نظيرها وهذا ما يجعل البحرين الخيار الأول عند الكثير على صعيد العمل والسياحة جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من الفعاليات الفكرية والاقتصادية حيث أشهد بالاستجابة السريعة من سموه لكل ما يتعلق بمسيرة التنمية في البحرين وحرص سموه على أن يعتري طريق هذه المسيرة أي تعثرة تؤثر على اندفاعها نحو بلغ أهدافها من أجل صالح الوطن وشعبه وخلال اللقاء أكد سموه بأن الالتزام بالمسؤولية تجاه الوطن وشعبه والبذل والعطاء في سبيلهما يقف خلف كل إنجاز نال على أعجاب العالم وكرمت البحرين لأجله لافتا سموه بأن ما يبعث على الفخر والاعتزاز أن تكريم المنظمات والهيئات والدول جاء نظير إنجاز تحقق لخدمة هذا الوطن وشعبه وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشان المحلي حيث أكد سموه أن تاريخ البحرين ثري بالرجالات الذين تركوا بصمات طيبة في مجالات عدة وأسهم إسهاما كبيرا في مسيرة العمل الوطني وقال سموه إننا حينما نستذكر رجالات البحرين الأوائل فذلك عرفانا وردا لجميل ما قدموه لهذا الوطن وشعبه ويسعدنا أن نرى اليوم ملامح محبة الوطن والحرص على البذل والعطاء في سبيله على وجود أبنياء أولئك الرجال